موسيقى نشرة منتصف الليل من الميادين وتتابعون فيها موسيقى معلومات للميادين تؤكد رفع مستوى التنسيق الامني بين سوريا والعراق وعبد المهدي يؤكد وجود جيوب لداعش على الحدود بين البلدين موسيقى بعد إعادة افتتاح سفارتها في دمشق الامارات تدرس استئناف رحلاتها منها وإليها والسفير البريطاني السابق في دمشق يتوقع عودة سفراء أوروبيين إليها العام المقبل موسيقى الأمم المتحدة ترحب بإعادة انتشار الجيش اليمني واللجان في الحديدة وقوات التحالف السعودي تمنع قافلة مساعدات من الوصول إلى صنعاء المرشد الإيراني يعين الشيخ صادق آملي لرجان رئيسا لمجمع تشخيص مصلحة النظام موسيقى أن تحافظ على الأمن لكن دون تعسف موسيقى والرئيس البشير يحذر من انزلاق السودان كما حدث مع دول عربية أخرى ويأمر رجال الشرطة بعدم استخدام القوة المفرطة ضد المحتجين موسيقى أهلا بكم أفدت معلومات للميادين في بغداد بأن العراق وسوريا اتفقى على رفع مستوى التنسيق الأمني في مكافحة التنظيمات الإجرامية ووفق معلومات الميادين فأن الاتفاق يتضمن بأن تقوم دمشق وبغداد بالإبلاغ المتبادل فقط عن تنفيذ عمليات جوية وبرية في أراضي كل منهما وأن الطرفين يلغيان انتظار الموافقات المتبادلة وكان الرئيس السوري تسلم أمس رسالة من رئيس الوزراء العراقي نقلها مستشار الأمن الوطني في العراق فالح الفيض أعلن رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي أنه أرسل وفدا إلى سوريا بحث مع الرئيس الأسد تداعيات الانسحاب الأمريكي من سوريا ووفق عبد المهدي فأن اللقاء كان مثمرا من المهم للعراق أن يبادر ويستطلع أعراء مختلف الأطراف لكي لا يتلقى النتائج إذا حصل التطورات السلبية في سوريا ستؤثر علينا هناك مساحة 600 كيلومتر 20 في 30 كيلومتر لا زال داعش موجود فيها وهو عند الحدود العراقية السورية في منطقة دير الزور يجب التعامل معها وهناك تعاون بين الطرفين وأطراف أخرى مختلفة كل من له علاقة بهذا الملف نحن الآن نجري الاتصالات لكي نمتلك المبادئة والمبادرة ولا نترك الأمور دود فعل وتلقي النتائج فقط لكي ندرأ بلدنا أي مخاطر أخرى ممكنة كشف سفير بريطانيا السابق في سوريا بيتر فورد أن العام المقبل سيشهد عودة السفيرين البريطاني والفرنسي إلى دمشق وفي اتصال مع الميادين قال فورد إن عودة العلاقات الأوروبية مع سوريا هي مسألة وقت الدول الأوروبية تدريجيا سوف تعيد العلاقات هناك الآن الدول الأوروبية كبراج وبيلاروس وقريبا إيطاليا في النهاية في النهاية فرنسا وبريطانيا ولكن مع الآخرين هذا مسألة وقت قريب خلال العام المقبل سوف نشهد رجوع سفير بريطاني وفرنسي إلى دمشق فورد قال إنه حان الوقت لعودة سوريا إلى جميع الدول العربية مؤكدا أن الدول العربية تدرك بأنه لا فائدة من الاستمرار في العداء تجاه سوريا ما يحصل الآن شيء حتمي مع التطورات في ميدان القتال هناك مزيد من الواقعية الآن لدى الدول العربية لا فائدة في الاستمرار مع الأداء مع سوريا مع إدعاد سوريا عن المجتمع العربي لا فائدة هناك الدول العربية مدركة الآن بهذا الشيء من جهاته رأى مساعد وزير الخارجية المصرية الأسبق عبدالله الأشعل في اتصال مع الميادين أن دور جميع الدول العربية انتهى عندما قرر بعض أعضائها طرد سوريا منها أنا أعتقد أن هذه الدول لا تعمل بقرار منفرد منها وإنما تعمل بتعليمات من الولايات المتحدة وإسراء ولذلك أنا لا أظن أنها تفكر في العوامل والدوافع التي تدفعه لهذا بالقطع ليس هناك جامعة عربية الجامعة العربية أعلنت عن أنها انتهت يوم طردت سوريا الدولة المؤسسة وانحازت أيضا لهذه الدول التي أصبحت تحل محل مصر في العالم العربي الأشعل شدد على أن الثلاثية الذهبية العربية هي سوريا ومصر والعراق فهذه الدول الثلاث هي أعمدة جامعة الدول العربية لن يكون هناك دور مصري ما دام هناك ثقف خليجي للدور المصر ولن يكون هناك جامعة عربية ما دام سوريا ومصر ليست الأطراف المؤسرة في سياسات الجامعة العربية الجامعة العربية ليست مبنى الجامعة العربية هي عبارة عن مضمون ولذلك في المنطقة العربية نشأت فيها التنظيم العربي قبل أن تنشأ النظام العربي ولذلك انتهى النظام العربي وانتهى معه التنظيم العربي لذلك لم تعود الجامعة العربية إلا إذا عادت مصر وسوريا قلب العالم العربي إلى دورها وانتشل العراق أيضا من المحنة التي هو فيها ثم يصبح الثلاثة دول هما الأساس والمحاور الأساسية للجامعة العربية أعلنت هيئة الطيران المدني الإماراتية أنها تدرس استئنافة رحلاتها إلى دمشق خلال الفترة المقبلة الهيئة في بيان لها قالت أنها تجري تقييما لوضع مطار دمشق الدولي قبل حسم قرارها بناء على تقرير لجنة مختصة أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في برقية تهنئة إلى نظيره السوري بشار الأسد استمرار موسكو في دعم دمشق في حربها على الإرهاب بوتين الذي هنأ عددا من قادة دول العالم لمناسبة عياد الميلاد والسنة الجديدة شدد لنظيره التركي رجب طيب أردغان على أن الجهود المشتركة للبلدين تسهم بشكل حاسم في محاربة الإرهاب في سوريا وفي دفع التسوية السياسية في طهران قال رئيس هيئة الأركان العامة لقوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد حسين باقري إن بعض الدول العربية التي كانت تقول إنها لن تزور سوريا ما دام الأسد موجودا في السلطة بدأت تلتمس العودة إليها باقري أضاف أن الولايات المتحدة فعلت كل ما بوسعها ضد الحكومة السورية لكن كل أفعالها لم تثمر شيئا واضطرت إلى الانسحاب من سوريا حمل الشهر الأخير من العام الحالي تطورات لافتة في الملف السوري التطورات فرضها الانتصار الميداني لسوريا وحلفائها فيما تتمسك أطراف في المعارضة السورية بمواقف تجعلها منفصمة عن الواقع هبط الله بطار تقبل سوريا على العام الجديد بوضع مختلف كليا عن السنوات السبع الأخيرة تطورات الميدان قلبت الموازين إذ فرض انتصار سوريا وحلفائها نفسه على السياسة وأصبح أمرا واقعا يتغير على أساسه التعامل مع الحكومة السورية عربيا ودوليا تعيد الحركة باتجاه دمشق تدريجيا تكريس الاعتراف بشرعية النظام الخطاب العدائي والمتشدد تجاه سوريا يتراجع لصالح لغة أكثر عقلانية الشهر الأخير من عام 2018 سجل ويسجل محطات مفصلية في هذا الصدد منها إعادة فتح السفارة الإماراتية في دمشق وإعلان البحرين استمرار العمل في سفارتها اقترن ذلك بتصريحات ودية جدا من مسؤولين إماراتيين وبحرينيين رفع مستوى التنسيق الأمني بين بغداد ودمشق لا يقل في أهميته عن موضوع السفارات تبادل البلدين التفويضة لاستهداف التجمعات الإرهابية من دون انتظار موافقة البلد الآخر يعني في الدرجة الأولى إدراكهما خطر العدو المشترك كما يعني أن العراق يتعامل مع سوريا بندية لا تنتقص من سيادتها ولا من شرعية حكومتها أما اتفاق التعاون الاستراتيجي طويل الأمد الذي وقعته طهران ودمشق فيؤكد المؤكدة فيما يخص العلاقة بين البلدين علاقة متكاملة على جميع الأصعدة لا تقتصر على الدعم العسكري الإيراني لسوريا بل تمتد إلى الاقتصاد وتتعزز مع دخول سوريا مرحلة جديدة بعد الانتصار الميداني تركز فيها على إعادة الإعمار بينما العالم كله يقر بالمستجدات على الساحة السورية ويتعامل مع المتغيرات يأتي موقف بعض أطراف المعارضة السورية منفصما عن الواقع ولسيما موقف هيئة التفاوض المستائي والمستنكر لإعادة بعض الدول العربية علاقاتها مع سوريا في المقابل تقرأ أطراف معارضة أخرى التطورات الأخيرة بعقلانية ولسيما تيار قمح برئاسة هيثم منع الذي يعتبر أن هيئة التفاوض أطلقت من خلال بيانها حول السفارات رصاصة الرحمة على جسدها العليل أعلن وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية السورية محمد سامر الخليل من تهران التوصل إلى اتفاق استراتيجي طويل الأمد على الصعود التجارية والاستثمارية مع الجانب الإيراني رئيس غرفة التجارة الإيرانية غلام حسين شافعي أشار إلى أن الطرفين الإيراني والسوري يمكنهما التعاون بشكل مؤثر وجيد ولسيما في مجالات تشييد محطات الطاقة وفي البناء يمكن للطرفين أن يتعاون بشكل مؤثر وجيد ولسيما في مجالات تشييد محطات الطاقة وشاق الطرقات وبناء الجسور والأبنية والمجمعات السكنية وتصفية المياه وصناعة الأدوية والمعدات الطبية وكذلك في مجالات الصناعات الغذائية والمنتجات الزراعية والبيتروكيمويات والمعادن توصلنا إلى اتفاق هام جدا هو اتفاق تعاون اقتصادي استراتيجي طويل الأمد في يشمل المجالات التجارية والاقتصادية والاستثمارية والمالية والمصرفية هذا الاتفاق الحقيقة هو يشكل إطار شامل للتعاون بين البلدين مئات الأسر الآيزيدية تنزح من عفرين السورية هربا من ممارسات الجماعات المتشددة وتلجأ إلى قرى تحت سيطرة الدولة السورية في الريف الشمالي لحلب خوفا من الخضوع للمحاكم التي أقامتها الجماعات المتشددة تركت أسرة عبد خل بيتها في قرية كفرزيت ذات الأغلبية الآيزيدية التي تتبع قرى مركز منطقة عفرين في محافظة حلب ولجأت إلى مخيمات الريف الشمالي للمحافظة نحكي لكل العالم يحفظونا ويأمنوا علينا نحن كأيزيديين مجتمع لا يشكل مجتمع كبير نحن في منطقة عفرين من شكل 3% مئات الأسر الأيزيدية حذت حذو أسرة عبد خلو وفرت من قرىها إبان احتلال تركيا لها القرى الأيزيدية العشرون في عفرين باتت مرتعا للجماعات المتشددة أسر نقلت واقعا مريرا وقاسيا عاشت فصوله المرعبة أقام المسلحون مراكز دينية على أنقاض المعابد والمزارات الأيزيدية التي جرى تخريبها كما أجبرت النسبة الأيزيديات على التداء النقاب وأجبر الرجال على الالتزام بالصلاة في المساجد تحت طائلة العقوبة إضافة إلى إخضاع الفتية لدورات تعليمية شرعية استنادا إلى المنهج المتشدد وجرى إلحاقهم بمعسكرات مغلقة لتعلم القتال هذا إلى جانب منعهم من ممارسة طقوصهم وتحريم أي تعامل معهم من قبل المسلمين إحنا الإزيديين كنا متفتحين وهلا هن بعفرين صاروا تحت الأمر الواضح يعني يكلهم بالحجاب واللبسهم طويل وعب يحطوا كفوف وإن زي ما عملوا هالشي كبان يتعرضوا للضرب وعنا عدا عن ذلك في كتير من النساء الإزيديات يعني دخلوا السجن كمان الشيء اللي عم تساوي تركيا بقرى الإزيدية يعني فعلا شيء مخجل وشيء معيب طبعا ممكن يكون بإيدي مو بيد أرضونا شخصيا بإيدي هالفصائل اللي عم تدعي الإسلامية هالحاليا ما في مزار إزيدي بعفرين كله اللي تعرض للنهب ولا التدمير بشكل عام بذاكرة متقلة بالخوف والحنين للديار تعيش الأسر الإزيدية ظروفا معشية قاسية في مخيمات تفتقر إلى أدنى مقومات الحياة لكنها تتيح لهم على الأقل ممارسة عقائدهم الدينية وتقوصهم والاحتفال بأعيادهم بعيدا عن الخوف والترهيب قال الرئيس اللبناني الأسبق إيميل لحوض أن سوريا انتصرت وباعتراف العالم كله وأن انتصار السوريا ومحور المقاومة على مخططات العدو الإسرائيلي دليل على استكمال مسار الانتصارات الذي انطلق عام 2006 مشيرا إلى أن سوريا المنتصرة برئاسة الأسد تبدأ إنجازاتها الداعمة للمقاومة ضد إسرائيل لحوض شار في سياق موازن إلى أن اللبنانيين يستقبلون العمل جديد بخيبة أمل جراء العز عن تأليف حكومة وحدة وطنية مشددا على أن أي تأليف يجب أن يكون للوطن وليس على أساس المحاصصة الشخصية أو الحزبية أكد مصدر يمني للميادين أن قوات تحالف السعودي لم تفتح طريق كيلو ستة عشر الذي ستمر عبره القافلة الإنسانية التي كان مقررا لها التحرك أمس من الحديدة إلى صنعاء المصدر حمل حكومة هادي مسؤولية عدم إعادة الانتشار في خط صنعاء الحديدة شرق المدينة كخطوة مماثلة لتسليم ميناء الحديدة من قبل حكومة صنعاء رحبت الأمم المتحدة بإعادة انتشار الجيش اليمني واللجان الشعبية في الحديدة لكنها أشارت في بيان إلى أن أي إعادة انتشار لن تكون مقنعة إلا إذا تمكنت كل الأطراف والأمم المتحدة من مراقبته والتحقق من أنه يتماشى مع اتفاق ستوكهولم أكد عضو وفدي صنعاء إلى محادثات السويد سليم لمغلس أن حكومته تنتظر تنفيذ الطرف الآخر للمرحلة الأولى من إعادة الانتشار من ميناء الحديدة حتى يتسنى للقوافل الغذائية المرور إلى المحافظات الأخرى وفي اتصال مع الميادين اعتبر المغلس أن محاولة التشكيك بأي خطوة تقدم عليها حكومة صنعاء بحضور أممي يعد اتهاما مباشرا للأمم المتحدة مبديان اعتقاده بأن الطرف الآخر لا يريد الحل السياسي وأعرب عن الأمل أن تستمر الأمم المتحدة في تنفيذ اتفاق ستوكهولم بدون أي انحراف أو قفز على بنوده ومضامنه من جهتها قالت حكومة الرئيس اليمني عبدرب منصور هادي إن ممثلوها في لجنة إعادة الانتشار تفاجأوا بتصريحات أنصار الله حول انسحابهم من ميناء الحديدة وتسليمه لقوات خفر السواحل معتبرة أن عناصر تابعة لأنصار الله جرى الباس هزي الرسمي لخفر السواحل حكومة هادي أشارت لأن تصريحات أنصار الله محاولة التفاف واضحة على ما تضمنه اتفاق ستوكهولم بشأن الحديدة مؤكدة أن أنصار الله رفضوا مرور القافلة الإغاثية من الحديدة إلى صنعاء بشكل قاطع وأضافت أن اتفاق الحديدة ينص على أن تقع المسئولية أو مسئولية أمن مدينة الحديدة وموانئها على عاطق قوات الأمن المحلية عضو المكتب السياسي لحركة أنصار الله عبدالوهاب المحبشي اتهم في اتصال مع الميادين التحالف السعودي بالتحضير لعدوان جديد في اليمن وبالتجاهل اتفاق سويد الطرف الآخر يبدو بأنه يراهن على الضوء الأخضر من قبل الولايات المتحدة والضوء الأخضر هذا تتلقفه الإمارات والسعودية ويتعاملون تماماً وكأنهم لا يعنيهم أي شيء من الإتزامات ولا من الاتفاقات ولا من القرار الأممي وهم يريدون فقط الاتفادة من هذه الهدنة للتقاط الأنفاس ولمعاودة القرارة من جديد نحن يهمنا أن يكون الفريق الأممي في الحديدة مطلعاً على مدى إتزام الجانب الوطني بقرار مجلس الأمن وبإتفاق السويد بث الإعلام الحربي مشاهد لاستهداف القوة الصاروخية للجيش اليمني واللجان الشعبية بصواريخ زلزال واحد تجمعات التحالف السعودي في نهم شرقي صنعاء الفيديو أظهر إطلاق القوة الصاروخية أربعة صواريخ من طراز زلزال واحد مقيعة إصابات في صفوف قوات التحالف السعودي كشفت صحيفة صباح التركية أن الفريق السعودي الذي تولى قتل الصحفي جمال خاشقجي ناقش قبل وصول الأخير إلى قنصلية بلاده في اسطنبول تخييره بين القتل والترحيل إلى الرياض ووفق الصحيفة فأن صلاح الطبيقي الذي تولى تقطيع جثة خاشقجي لا يزال يعيش حراً مع عائلته في جدة بعيداً عن الأضواء بناء على طلب السلطات السعودية كما أن عدداً آخرى من المتهمين في قضية خاشقجي يعيشون بحرية ولكنهم معزولون عن محيطهم وفق صحيفة الصباح لم تهدأ موجة الغضب التي أثارتها تغريدة وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي أنور جرغاش لدى مغردين وناشطين سعوديين كما نال جرغاش انتقادات جمى حول انعطافة دولته تجاه سوريا كذلك نال الشعب بدوره انتقادات حول انصياعه لساسته التفاصيل في هذا العرض لسارة الحاف أهلا بكم تويت أو تغريدة كانت كفيلة بفتح جبهة كبيرة من التعليقات الغاضبة ضد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور جرغاش فالمقال الذي نشره على تويتر يبعو الغرب لعدم ملاحقة السعودية في قضية قتل خاشقجي لكن يتصدره كاريكاتور يظهر ولي العهد السعودي محمد بن سلمان وهو يحمل سيفا لمحاربة المرشد العالي الإيراني سيد علي خاميناء فوق دبابة إسرائيلية يقودها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيمين نتنياهو محمد الاعتابي قال تغريدة غريبة من الحليف الأول للسعودية نحن لسنا مطايا لإسرائيل سعد غرد قائلا من يعتقد أن الإمارات حليف للسعودية فهو واهم فسلوكهم في اليمن أساءل التحالف أكثر مما خدمه MAA تمنى على جرغاش حثف التغريدة فيما كتب محمد الشهابي معا أبدا في العلن والله أعلم ما تخفي الصدور نسأل الله أن يحمي بلادنا من شركم وكيدكم وما أسوأ من حكومة قطر إلا الإمارات أما خلدون فكتب أنت بهذه التغريدة أسأت إلى بلاد الحرمين الكيان الصهيوني العدو الأول ولم تستطيع أنت ومن شبهك أن يحرص البوصلة لعنة الله على الكيان الصهيوني وعلى مولاه ومن يدافع عنه يا حيف الحيف الغضب الذي واجهه جرغاش بشأن هذه التغريدة سبقه كذلك استهزاء من المغردين حول ما قاله أن الإمارات تسعى عبر حضورها في دمشق إلى تفعيل الدور العربي ضد التغول الإقليمي الإيراني والتركي عماد نصح جرغاش بقراءة التعليقات تحت تغريدته ليرى العالم الكره تجاهكم كيف تكرهكم لكذبكم ونفاقكم والدور الذي لعبته بتدمير وخراب الدول العربية المشكلة أنكم كل مصيبة وطامة تقوم فيها على طول تعطون لها مبرر وإيران هي الشمعة صدقني رح يجي يومكم أما أبو الأحرار فسأل هل الشعرات السابقة لإسقاط بشار انتهت؟ هل كانت مواقفكم ضده خطأ؟ نعم قاتل الله السياسة فيما سأل عقيل بدوره أين كان الدور العربي؟ ولماذا وقفوا ضد سوريا ودعموا الإرهاب فيها إذن؟ الترحيب الذي نالته تغريدته حول إعادة فتح السفارة الإماراتية في سوريا دفعت البعض إلى انتقاد انصياع الشعوب العربية إلى قرارات ساستهم فغرد جاسم قائلا حربنا سوريا لفصلها عن إيران ونعيد العلاقات معها لكي نبعدها عن إيران والجمهور الغبي المستحمر سفق للأمر الأول ويصفق للأمر الجديد هل شاهدتم جمهورا في كل الكرة الأرضية كهذا الجمهور؟ المحشوة جمجمته بليف جوز الهند وقشور البصل والثوم فاصل ونعود أهلا بكم من جديد عين المرشد الإيراني آيات الله سيد علي خامناء رئيس سلطة القضائية صادق آملي لارجان رئيسا لمجمع تشخيص مصلحة النظام وأحد فقهاء مجلس سيانة الدستوري في البلاد قرار تعيين لارجان يأتي عقب وفاة رئيس المجمع سيد محمود هاشم شاهرود قبل أيام نبقى في إيران حيث التقى الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين زياد نخالة بأمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شامخاني ومن المقرر أن يلتقي أن نخالة غدا المرشد الإيراني أحمد البحراني العلاقة بين إيران والمقاومة الفلسطينية لا تحتاج إلى تعريف فهي بعمر الجمهورية الإسلامية رغم ذلك أثلج كلام أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شامخاني قلب أمين حركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة لا نسمح بتمرير صفقة القرن لغة إيرانية فلسطينية مشتركة حركة الجهاد الإسلامي بالتأكيد تقف في مواجهة كل أنواع التطبيع مع هذا الكيان الصهيوني وتضع يدها بيد من يواجه هذا المشروع الآن من حيث الدول قد تكون إيران وبعض الدول الأخرى والحركات الأخرى هي التي تواجه المشروع الصهيوري مشروع لا تتردد طهران بالقول إنها تدعم كل من يحاربه نفعل كل ما بوسعنا لدعم الفصائل الفلسطينية كالسابق ونعتبر نضال الفلسطينيين نضالنا خاصة وأن أعداء محور المقاومة بدأوا ينهرون شيئا فشيئا ويهربون من منطقتنا النخالة سيتوج زيارته لطهران بلقاء مع المرشد علي خامنئ ومن المتوقع أن يحمل مواقفهم لا تنكر إيران بذل ما في وسعها لإجهاض المشروع الأمريكي في المنطقة ولمواجهة الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين وتتخذ هذه المساعي أشكالا عديدة أكثرها وضوحا وتأثيرا تقديم الدعم لحركات المقاومة في المنطقة ولسيما المقاومة الفلسطينية أحمد البحراني طهران الميادين أدخل الإعلان عن انتخابات إسرائيلية مبكرة بعد مائة يوم أدخل الحلبة الحزبية في حراك متسارع استعدادا ليوم الحسم وفي مقابل ولادة أحزاب جديدة على خريطة القوى الحزبية صدرت شهادة الوفاة لتحالفات وأحزاب أخرى ما إن أطلق قطار الانتخابات المبكرة في إسرائيل صفارة الانطلاق حتى اهتزت الحلبة الحزبية من أقصاها إلى أقصاها الاستعدادات المتسارعة ليوم الحسم في التسع من نيسان المقبل تنبئ بشيء واحد بحسب المراقبين المعركة ستكون حامية جدا فيما وصفها معلقون بأنها الأكثر أهمية منذ عقود وعلى الرغم من أن كثرة الانشقاقات والتحالفات الانتخابية وولادة الأحزاب عشية كل انتخابات هي سيمة إسرائيلية بارزة إلا أن للمشهد الحالي دلالات تتجاوز المألوف إسرائيليا ولسيما أنها تجرى في ظروف استثنائية أمنية وسياسية وقضائية وفي موازات ولادة أحزاب جديدة استلح عليها بأحزاب الجنرالات ويقودها وزراء أمن ورؤساء أركان سابقون أعلن نفتالي بنت رئيس حزب البيت اليهودي الحزب الذي يجمع تحالف أحزاب اليمين الصهيوني الديني خروجه من التحالف مع وزيرة العدل إيالت شاكيد وتشكيل حزب جديد تحت اسم اليمين الجديد الذي سيجمع وفق مؤسسيه المتدينين والعلمانيين في بوتقة واحدة حزب سيكون منع إقامة الدولة الفلسطينية وضم الضفة الغربية على رأس أولوياته المعلنة خطوة بنت وشاكيد هذه أتارت مخاوف معسكر اليمين من حالة التشضي التي قد تضعف اليمين مقابل المعسكر المنافس المكون من أحزاب ما يسمى بالوسط يسار وفيما عز الوزيران بنيت وشاكيد أسباب خطوطهما هذه إلى فقدان قدرتهما على التأثير في قرارات نتنياهو يقول معلقون إن وراء الأكمة ما وراءها ويضيفون أن الوزيرين يعلمان أن الوصول إلى رئاسة الحكومة عبر حزب البيت اليهودي وأمر متعدر ولسيما أنهما يريان أن هناك فرصة قد تطيح بنتنياهو من قيادة معسكر اليمين في ضوء التعقيد الذي تواجهه ملفاته القضائية أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيمين نتنياهو أن نقل السفارة البرازيلية إلى القدس هي مسألة وقت فقط نحن نتحدث عن شراكة هنا نسعى لتحقيقها بأسرع وقت ممكن وهذا ما أكد عليه الرئيس بول سونارو وقال أنه سينقل السفارة إلى القدس والمسألة مسألة وقت وهو ما قاله الرئيس ترامب أيضا ولقد دعوت السيد بول سونارو لزيارة إسرائيل وهو سيقوم بهذه الزيارة ربما في آذار مارس المقبل طلب الرئيس السوداني عمر البشير من الشرطة الامتناع عن استخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين وخلال لقائه عددا من كبار الضباط أشار البشير لأن المشكلة في الاقتصاد لن تحل بالتخريب والتدمير لأنه دواجب الدولة أنها تحافظ على الأمن لكن دون تعسف بتضميق كل مبادئ الأمن الداخلي في استخدام أقل قوة ممكنة ليس الهدف هو قتل المواطنين وإنما الحدف النهاي هو الحفاظ على أمن المواطنين وإستغرارهم نحن لن نسمح لبالبلاد أنها تنزل كما نزلت دول أخرى لأنه يا جماعة نحن أكرم من أن نكون لاجئين ونازحين نفى زعيم حركة تحرير السودان المعارضة عبدالواحد نور اتهامات الخرطوم لأنصاره بالتخطيط لقتل محتجين أو الوقوف وراء أعمال العنف خلال مسيرات الاحتجاج نور قال ممن فى في باريس أن التظاهرات هي من صنع الشعب السودانية أنا بحي الصحفيين الوطنيين منظمات المجتمع المدني كل التنظيمات الصادقين في عملية التغيير ردوا بأكثر من مليون مرة مما نرد لكن أنا هنا لأنه حي وحدة الشعب السوداني إذا مع النظام قاصد أنه يفرقنا يعمل ديل ناس عبدالواحد وديل ناس ما في ناس عبدالواحد ولا في ناس فلان في الشعب السوداني الموحد عندهم مطلب واحد إسقاط النظام وتغييره وبناء دولة المواطنة البسعين أخلت النيابة العامة البحرينية سبيل زعيم تيار وعد المعارض إبراهيم شريف بعد توجيه تهمة الإساءة للرئيس السوداني عمر البشير وقال شريف في تغريدة له إن النيابة العامة استدعته بعد تغريدة بعنوان ارحل يزول في إشارة للبشير وكان شريف قد قضى خمس سنوات في سجون البحرين بتهمة التآمر مع دولة أجنبية إبان انتفاضة 2011 فاز الحزب الحاكم في بنجلاديش برئاسة رئيسة الوزراء في الانتخابات التشريعية التي جرت في البلاد يأتي ذلك في وقت قتل عشرات الأشخاص في أعمال عنف رفقت العملية الانتخابية هذا وشدد تحالف المعارضة في بنجلاديش على رفض نتائج الانتخابات زاعما حدوث تزوير مطالبا بإجراء انتخابات جديدة تحت حكومة محايدة إلى فرنسا حيث تظاهر أصحاب السطرات الصفر للأسبوع السابع على التوالي احتجاجا على سياسات الحكومة الاقتصادية والمالية هذا وشمالت التظاهرات مدن مرسي وليون وبردو وتولوز بينما تستعد الشوارع الباريسية للاحتفال برأس السنة الميلادية تضرب حركة السطرات الصفر موعدا للاحتفال بهذه المناسبة في شارع الشانزيليزي الشهير وبينما كانت صحيفة الباريزيان تعلمين سؤالها العريض كيف يمكن لإمانويل ماكرون أن يطوي صفحة سنة كارثية في فرنسا كانت النيران تشتعل قرب مبنى الصحيفة بسبب إحراق عدد من السيارات وكان البعض يجيب على تساؤلها صارخا سنجعل ماكرون يستمع إلينا ليس فقط في باريس وإنما في مدن مارسيليا وليون وبوردو وتلوز التظاهرات الغاضبة تحولت إلى مواجهات مع عناصر الأمن الذين لجأوا إلى استخدام الغاز المسير للدموع الأعياد خفضت من زخم التحركات ولكن أسبوعها السابع ركز على وسائل الإعلام في الطاعات والأسلوب المتظاهرون ساروا باتجاه مبنى التلفزيون الفرنسي حيث نفذوا اعتصاما دعوا خلاله الصحفيين عبر مكبرات الصوت إلى الانضمام إليهم في حركهم كل من يقول إننا عنفون مخطئ هذه بروباجندا من النظام هدفها تقسيمنا ووضع بعضنا في مواجهة البعض الآخر على الناس أن تعرف أننا محكومون من أوليجارشيا وسائل الإعلام يتحكم فيها تسعة أشخاص من الطغمة الحاكمة ما يضحكني أني سافرت كثيرا ولدي انطباع أننا في بلاد ديكتاتورية حيث يمنع الناس من التظاهر على نحو سلمي والتظاهرة المعلانة شرعية ومع ذلك يمنعوننا كيف سأعيش بـ 1200 يورو في الجادة الخمسة عشرة ومن ضمنها 600 يورو كلفة إيجار سكني عمري 66 عاما وما زلت أعمل ماذا أفعل لأحصل القتة يومي؟ وفيما يصر المتظاهرون على مطالبهم ترى مجلة اللبس الفرنسية أن أثار هذه الحمى الصفراء بحسب وصفها لن تسبب خطرا وقد تكون مجرد ذكرى سيئة من عام 2018 فاصل ونعود أهلا بكم من جديد شهد الصومال خلال العام الحالي أحداثا سياسية وأمنية ساخنة أبرزها وقف عمل شركة موانئ دبي في ظل تفاقم الأزمة الدبلوماسية بين الصومال والإمارات كما شهد هذا العام تغيرات جيوسياسية واستراتيجية في القرن الأفريقي في ضوء مصالحات بين الصومال وأريتريا وأثيوبيا أنهت نزاع عندما نحو ربع قرن من الزمن شافعي محمد حفل عام 2018 بأحداث سياسية وأمنية أثقلت كاهل الصومال ففي خطم الاهتمام الدولي والعربي المتزايد تجاه دول القرن الإفريقي ذات الموقع الاستراتيجي أوقف البرلمان الصومالي عمل شركة موانئ دبي في البلاد نتيجة خلاف دبلوماسي ولم يتوصل البلدان بعده إلى حل ينهي القضيعة ويفتح آفاق جديدة للتعاون يوجد صراع أو تنافس إقليمي والدولي في الصومال خاصة فيما يتعلق بالموانئ الصومالية وهذا يعود للموقع الاستراتيجي الذي تحتله الصومال في الداخل تجددت خلافات سياسية بين أقضاب الحكم أطاحت رئيس البرلمان الصومالي محمد عثمان جواري من منصبه نتيجة ضغوض سياسية لكن عزله لم ينهي الأزمات السياسية داخل الحكومة فاندلعت شراراتها من جديد وكادت أن تعصف برئيس البلادي بعد أن قدمت كتلة برلمانية مشروعا لعزل الرئيس فرماجو في موازات ذلك برزت تكتلات سياسية وتحالفات إقليمية في القرن الإفريقي بعد مصالحات بين الصومال وإيثوبيا وإيرتريا لضي سفحة الخلافات من خلال اتفاقيات ثلاثية تفتح جسورا اقتصادية وأمنية بين دول المنطقة ذات الموقع الاستراتيجي المتميز تبدو أن المنطقة تتجه نحو تعاون اقتصادي ثلاثي بين هذه الدول الثلاثة إلا أن ذلك لا يعني أن المنطقة صالحة لتفعيل مثل هذه الاتفاقيات ومثل هذا التعاون الثلاثي في هذه المنطقة نظرا لوجود التحديات الأمنية والسياسية أمنيا ازدادت هجمات حركة الشباب المرتوضة بتنظيم القاعدة بينما بقيت الحكومة الفدرالية على وعودها السابقة بالقضاء عليها عام 2019 عام جديد سيحمل تحديا أمام البلاد أمنيا واستراتيجيا بعد تسلم ملف الأمن إثر انسحاب القوات الإفريقية منتصف هذا العام الجديد إلى جانب دفع الصومالي نحو انتخابات رئاسية عام 2020 بين شد وجدب عاش الصوماليون عام 2018 بتقلباته السياسية والأمنية لكن البلاد تواجه تحديات مقبلة تزدحم فيها مهامات كثيرة بالنسبة إلى دولة تفتقر إلى الموارد المالية والبشرية للمضي قدما نحو الأمام شافع محمد مقدشو الميادين لقي 22 شخصا حتفهم جراء الانهيارات الأرضية والسيول الناجمة عن الأعصار الذي ضرب مناطق في الفلبين ورجحت سلطات الإنقاذ ارتفاع عدد القتلى مع استمرار عمليات الإنقاذ وانتشال الجثث فيما ذكرت وسائل علام محلية أن عشرات الأشخاص فقدوا وتقطعت بهم السبل بسبب الانهيارات الأرضية حملات تشجير ما أتت عليه الحرب في سوريا انطلقت بإضافة مئات آلاف الغراس فيما حمل تشجير مواقع قرب الشريط الشائك في القنيطرة رسائل سياسية دعما لتشبث الأهالي مقابل الاحتلال محمد الخضر آلاف الهكتارات الزراعية تضررت خلال سنوات الحرب على سوريا يحاول السوريون خلال عيد الشجرة السابع والستين إعادة اللون الأخضر لهذه المساحات الشاسعة وخصوصا للأراضي القريبة من الجولان المحتل أكثر من 21 ألف هكتار من الأراضي الحرجية تضررت جراء الحرب بحسب الأرقام الرسمية مساحات دمرها القطع المباشر والحرائق على مستوى الجغرافية السورية مجتمعات محلية شاركت بهمم عالية في إحياء تلك المساحات بدءا من أرياف القنيطرة الشجرة هي عنوان الحياة عنوان الأمل نحن نزرع نحن نزرع زراعة الشجرة هي زراعة الأمل وإعادة الأمل لأهل البلد ولأهل البلد وتكون عبارة عن رسالة لكل العالم أنه نحن ما زلنا أحياء مساحات صغيرة نسبيا يجل عمل على تشجيرها في القنيطرة لكنها أراضي تحمل رمزية كبيرة على بعد مئات الأمتار من الشريط الفاصل مع الجولان المحتل بلغت المساحة المتضررة 400 هكتار بما يعادل 4000 دلم بشكل أساسي حيث أن يوجد لدى محافظة القنيطرة أكثر من 45 موقع حراجي هذه المواقع التي تم حصر المساحات التي تضررت تحتاج إلى 180 ألف غرسة حراجية متنوعة جهد يعزز تشبث الأهالي بأراضيهم بعد أصلاح البنى التحتية للقرى والمناطق المتضررة يرى أهالي القنيطرة في زراعة تلك الأشجار فعل مقاومة بالدرجة الأولى أردنا أن نطلق فعالية عيد الشجرة في هذا المكان على قرب من خط وقف طلاق النار هذا لتعزيز وجودنا في هذه المنطقة بأننا باقون دوما هذه الأرض توت من دماء الشهداء وحققت الانتصار على الإرهاب حملات التشجير أنجزت زراعة خمسة ألاف شجرة في مواقع متعددة كما زرعت وحدات الجيش السوري العاملة في المحافظة نحو ثلاثة ألاف غرسة ونشطت حملات موازية في قريتي بئر عجم وبريقة محمد الخضر من ريف القنيطرة الميادين ستون عاما مضت على انتصار الثورة في كوبا النموذج الفريد لهزيمة الدكتاتورية والوصاية والأمية كان الطريق طويلا وصعبا لكنهم وصلوا أخيرا وصلوا إلى سانتييغو أسطورة الثورة الكوبية في دل كاسترو تحدث إلى مناصره منذ ستين عاما من على شرفة مطلة على ساحة ساسبيدس في سانتييغو دي كوبا وأعلن الانتصار على الدكتاتورية اليوم تحتفل هذانا بهذه الذكرى لكن انتصارها الحقيقي كان مصارعة حصار فرضته جارتها الشمالية حصار لم يتمكن من كتم أنفاسها نبض الحياة ثبت أعمدة صمودها حتى أرست نموذج مساواة أنهى الأمية ووضع التعليم والصحة وضمان الشيخوخة والثقافة والرياضة والفنون والأمان في متناول الجميع أبو الثورة كاسترو كان هو البداية منذ أن قاد هجوما مسلحا على ثكنة المونكادة عام 1953 استشهد فيه رفاقه واعتقله وحكم عليه بالسجن مدة 15 عاما ومن ثم أطلق سراحه عام 55 تحت الضغط الشعبي فغادر إلى المنفى مع أخيه رؤول وراحا ينظمان صفوف الثوار للإطاحة بنظام فولهنسيو باتيستا الدكتاتور الكوبي حينها عملاق القرن العشرين وصل سرا عام 56 إلى شواطئ كوبا التي كانت حينها بمثابة ولاية أمريكية على مثن يخت جراما وكان معه 82 محاربا من بينهم تشيكيفارا الثائر الأممي هنا بدأت الثورة الحقيقية بضعة محاربين وإيمان مطلق لم تحسم حينها معركتهم ضد قوات باتيستا رجل الاستخبارات الأمريكية لكن تلك التجربة أكسبت كاسر قوة واعدة وأقام حركة مقاومة مسلحة في سلسلة جبال السيارة مايسرا حتى استطاع الثوار في حركة السادس والعشرين من تموز يوليو أن يستولوا على سانتا كلارا في وسط الجزيرة الكاربية أحس باتيستا بالخطر داهما فهرب إلى سانتو دومينجو حينها بلغت شعبية الكوماندانت ذلوتها ودخل العاصمة هافانا منتصرا في الثامن من كانون الثاني يناير عام تسعة وخمسين لتنجح الثورة في تثبيت نفسها كنموذج لثورة حقيقية مكتملة رسخت شعاراتها وقيمها لم يكسب النموذج الجديد للثورة رضى الجارة الشمالية العملاقة قطعت العلاقات الدبلوماسية بين واشنطن وهافانا بعد عامين من الثورة على خلفية توترات أمريكية ردت عليها هافانا بتأميم شركاتها ثم فرضت الولايات المتحدة حصارا تجاريا على الجزيرة عام 62 لا يزال فاعلا حتى الآن السلطة في كوبا بصدد التحول إلى يد جيل ما بعد الثورة بانطلاقة جديدة مع ميجيل دياس كانال الذي أدرك أهمية معادلة الإصلاح والانفتاح من دون إسقاط مبادئ الثورة الاشتراكية الثورة المستمرة بعد رحيل الكبار فالثورة ليست فراشا من الورود الثورة صراع بين المستقبل والماضي إلى العنوين معلومات للميادين تؤكد رفع مستوى التنسيق الأمني بين سوريا والعراق وعبد المهدي يؤكد وجود جيوب لداعش على الحدود بين البلدين بعد إعادة افتتاح سفارتها في دمشق الإمارات تدرس استئناف رحلاتها منها وإليها والسفير البريطاني السابق في دمشق يتوقع عودة سفراء أوروبيين إليها العام المقبل الأمم المتحدة ترحب بإعادة انتشار الجيش اليمني واللجان في الحديدة وقوات التحالف السعودي تمنع قافلة مساعدات من الوصول إلى صنعاء المرشد الإيراني يعين الشيخ صادق آملي لارجاني رئيسا لمجمع تشخيص مصلحة النظام الرئيس البشير يحذر من انزلاق السودان كما حدث مع دول عربية أخرى ويأمر رجال الشرطة بعدم استخدام القوة المفرطة ضد المحتجين المزيد من الأخبار على صفحة الميادين على الانترنت الميادين دوت نت ولمتابعين باللغة الإسبانية اسبانول دوت الميادين دوت نت إلى اللقاء اشتركوا في القناة